السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأفاضل أهلا وسهلا بكم جميعا في هذا الموعد الجديد الذي نقدمه إليكم من قناة الشاهد أهلا بكم رحم الله شهداء غزة وفلسطين وحي الله رجال المقاومة أبطال الإسلام وأخذ الله الصهاينا ومن معهم من بني جلدتنا ومن كل العالم ورحم الله من قال مع الجاهلية تنبؤ يهودي بمملكة صهيون الألفية ومع الإسلام وعد الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بالنصر المبين فاللهم نصرك الذي وعدت نصرا عزيزا مؤذرا الوثيقة السياسية التي أصدرتها جماعة العدل والإحسان وما أؤكبها من نقاش وجدل مجلس الشورى مكانة هذه المؤسسة في تنظيم جماعة العدل والإحسان طوفان الأقصى والسمرار العدوان والصلف الصهيوني على قطاع غزة واقع الحركات الإسلامية إلى أين قضايا وأخرى نناقشها اليوم في هذا اللقاء الخاص مع أحد رجالاتي ومؤسسي جماعة العدل والإحسان هو عضو مجلس الإرشاد ورئيس مجلس شورى الجماعة معنا الأستاذ عبد الكريم العالمي أستاذ عبد الكريم أهلا وسهلا بك شكرا جزيلا لحضورك معنا أستاذ عبد الكريم أبدأ معك بالمجلس الأخير ديال مجلس الشورى في دورته 22 كان البيان بيان المجلس فيه مجموعة القضايا والمشاريع قبل ما نتكلموا على هذه القضايا والمشاريع ممكن تكلم لنا على مجلس الشورى تعريف هذه المؤسسة وتركيب ديالها داخل تنظيم الجماعة بسم الله الرحمن الرحيم وصل الله وصلنا مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رمضان مبارك علينا أجمعين وعلى أمة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأجلزكم الله خيرا على هذه الدعوة الكريمة وعلى هذه التضيف مرحبا مزل الشورى هو كما ينص على ذلك قانونه هو أعلى مؤسسة شريعية تقريرية في الجماعة وهو يقيم أداءها العام ويفصل في قضاياها المركزية وقضاياها الجوهرية القضايا الكبرى للجماعة تركيبة المجلس الشورى مزل الشورى هو إن شئته هو مزل الشورى الجامع للجماعة فهو يضم كل مسؤولي المؤسسات المركزية التخصصية والمؤسسات التنفيذية يعني يضم مسؤولي الدائرة السياسية الأمل العامة المسؤولي لهيئة العامة للتربية والدعوة للمؤمنين للإخوان والهيئة العامة للعمل للنسائية المؤمنة ويضم كل المسلسل وكل المسؤولين التنفيذيين داخل الأقاليم تنفيذية النساء داخل مجلس الشورى؟ النساء يمثلنا داخل المجلس حوالي الثلث حوالي الثلث لأن في مجلس الشورى هناك رافدان للعضوية الرافد بالمنصب بالصفة عفوا بالصفة وهذا الذي ذكرتهم وهناك كذلك بالتعيين ويعين داخل هذا المجلس أقل من العصر أقل من العصر يتم تعيينهم بالنسبة للأخوات بالنسبة للنساء تمتلعي حوالي الثلث ويمكن أن يكون أكثر لأنه بالنسبة لأمناء الأقاليم وكتاب الأقاليم أمناء الأقاليم وكتاب الأقاليم هاتان المؤسستتان يمكن أن يكون فيها مسؤول لرجل أو مرأة أخ أو أخت بالنسبة للجديد العضوية في هذا المجلس يعني الآلية التي يتم بها تجديد الحضور في هذا المجلس ولاية هذا المجلس لأربع سنوات وكما قلت سابقا هو المجلس الشورى الجامع لأن كل مؤسسة من المؤسسات التي ذكرت لها مجالسها الشورية والمسؤولون لهذه المؤسسة الجامعين يجتمعون في هذا المجلس فإذا انطلاقا من كون كل المسؤولين في تجري المؤسسات منتخابين انطلاقا من هذه الصرفة فيتجدد عند الانتخاب يمكن أن تتجدد العضوية في هذا المجلس طيب أستاذ عبد الكريم من خلال بيان المجلس الدورة شهدت عرض مناقشة مجموعة القضايا والمشاريع ممكن تكلم لنا على هذه المشاريع والقضايا وشن القضية التي سأصرت مجلس الشورى في دورتي الأخيرة كما قلت بالتلقى من القانون المجلس يتابع لأداء العام للجامعة بين الدورتين فإذا من ثوابت داخل هذا المجلس التقرير العام التقرير العام الذي يشمله كل الأعمال وما قامت به مؤسسات الجامعة جميعها كل مؤسسات الجامعة بالإضافة إلى مواضع لها راهنيتها أهم موضوع كان كان موضوع الذي كان الحديث عنه هو الإعلام الاجتماعي الرسالة والحضور والخيار والاختيار فكان فيه تفصيل على كل حال وإنساء الله سبحانه وتعالى أن تكون له مخرجات إن شاء الله بإلي الله إن شاء الله بالإضافة إلى القضايا الراهنة جدا جدا لا يمكن على الإطلاق أن يغيب طفل أقصى لا يمكن أن تغيب القضايا الوطنية التي نعيشها وعيشها طيب من بين المشاريع التي تم ذكرها في هذه الدورة هو تعديل قانون انتخاب مجلس الأرشاد ما هي أبرز بنود هذا القانون وما هي التعديلات التي أطالت هذا القانون كل حال هذا القانون ينظم عمل مجلس الأرشاد فيه إن شئتها سبعة مضامين أولا هناك ورقة منظمة ونظمة هناك اختصاصات مجلس الأرشاد صلاحيات الأمين العام صلاحيات مجلس الأرشاد ثم العضوية في مجلس الأرشاد وهذا الذي تم فيه شيء من التعديل والمتابعة والتقويم ثم هذه الهيئات التابعة لمجلس الأرشاد فالذي وقع فيه هذا التغيير وهذا يكون على كل حال باستمرار هو الرفع من عدد أعضاء مجلس الأرشاد فكان العدد فيما سبق سبعة عشر عضوان الآن أصبح تمانية عشر عضوان نعم في المشاريع التي ذكرتم في هذا اللقاء هي طوفة الأقصى هذه القضية الحاضرة الآن في فلسطين كيف ترون استمرار هذا العدوان الوحشي وهذا الصلف الصهيوني على قطاع غزة أو قد نقول إبادة جماعية غير مصدوقة أمام الصمت العالم قل ما شئت فالكلمات كما قلت على كل حال في افتتاح يدي المجلس الشراء الكلمات لا تفيد حقيقة الواقع يعني ستجد فرقا شاسعا وبونا واسعا ما بين الكلمة اللفظة وبين حقيقة هذا الذي يقع إذا شئنا نسائر الكلمات فيمكن أن نسمي هذا على المستوى ما يحصل الآن هو انهيار أخلاقي دولي وإفلاس قيمي عام الآن كلمات مثل المجتمع الدولي حقوق الإنسان حقوق طيف الحقوق المرأة هذه لم يعود لها معنى هل يمكن نقول بأن الآن نظام العالم انتهت صلاحية شوهو أنه حاجة على نظام دولي جديد انتهى منذ زمان ولكن الآن تأكد هذا الأمر أنه أن يصبح العالم رهينة ليست غزة وحدها ليست الضفة وحدها ليست فلسطين وحدها الآن العالم كله رهينة في يد الصهيونية فإذن نحن كما قلت في حاجة إلى نظام جديد والنظام الجديد ينبغي أن يكون نظاما إنسانيا أخلاقي نعم القيم التي ينبغي أن يبني عليه هذا النظام الجديد في ما نحن الآن فيه أول شيء أول شيء ينبغي أن يتداعى أحرار العالم وفضلاء العالم من كل الأديان من كل الأجناس إلى تجريم الصهيونية المشروع الصهيوني ليس خطراً على فلسطين فقط المشروع الصهيوني وهذا يؤكده وانتداده لهذه العقود الطويلة أكثر من 130 سنة هو خطر على العالم ينبغي أن يتداعى العالم إلى هذا وكما قلت ينبغي أن ينبني هذا التحالف وهذا التداعي على أسس إنسانية أخلاقية وليس على أسس سياسية لأن السياسة تتغير وموازين القوى تتغير وسنصبح كما كنا في السابق على سبيل لابد أن نذكر هذا تجريم الصهيونية أصدرت الأمم المتحدة في عشراء نوانبير 1975 قراراً بهذا الشأن قرار ٣٠٨٨ وهو تجريم الصهيونية واعتبارها تمييزاً عنصرياً لماذا في ذلك الوقت كانت الحرب الباردة في أوجيها والصراع في أوجيه بعد ذلك في ١٩٩١ في ١٦١ دجل قلب الموازين قلبيت الموازين ألغي هذا القرار لأن ١٩٩ شنو هي ١٩٩٩ نهيار المعسكر الشيوعي على كل حال المعسكر الشرقي بداية مسراحية ديال مؤسمر مادريد فإذا التلاعب السياسي لا يفيد في هذا الأمر فإن بغي أن ينبني الأمر على أسس إنسانية لأن أنا كما قلت أخطر ما يتهدد العالم وهذا موضوع طويل وعريض وعامق جداً أخطر ما يتهدد العالم هو مشروع الصهيوني أخلاقياً سياسياً اقتصادياً مالياً وقل ما شئت نعم هذا إن كان حال النظام العالمي فما رأيكم في النظام العربي الإسلامي هذا الصمت المتخادي للمتأمر هذه السقطة هذه الأظمة العربية التي ترى بأن غزة وباد ولا قنينة ماء لمجرد قنينة ماء أنا دخل قطاع غزة ما رأيكم في هذا النظام العربي الإسلامي؟ إنحضار إنحضار العربي الإسلامي لحدود له عندما نتكلم عن نهيار الأخلاق العالمي فمن باب أولى ومن باب أحرى ومن باب شيء نتكر هذا العربي الإسلامي فهو في المنحضر التام تام جداً ولكن سواء فيما ذكرته في النهيار الأخلاقي كما سمت أكرر في المقابل هناك وعيحات جداً لدى الشعوب الغربية لدى مفكري الغرب لدى أكاديميين لدى أحرار في الغرب نفس الأمر عندنا الشعوب الحمد لله المسلمة في هبة متتالية في تزايد فالحمد لله هذا من العزاء القضاء ولكن فيه اللطف في سياق الكلمة أو في سياق العنظمة العربية كنت في الكلمة الأخيرة في المجلس الصورة قلت أن الرزية الكبرى لأمتنا الإسلامية والعربية التي لا تساويها ولا تعادلها رزية هي مصيبتها في حكامها ألا يبدو أن هذا الحكم قاص وأن الحكام في النهاية هم يعبرون عن حال الأمة كما تولونا يولى عليكم أذكر السياق الذي جاء في هذا الوصف نعم تحدثت عن الخذلان العربي الإسلامي من قبل الحكام للقضية الفلسطينية ولكن تحدثت في هذا السياق عن أعمال مهم جدا وهو أن البعض بعض هؤلاء الحكام بل كثير قلت الأغلبية الساحقة هكذا أذكر قلت الأغلبية الساحقة من هؤلاء الحكام لا يكتفون بالتخاذل بل عكس تماما هم يقدمون العون ومساعدة المادية للصهاينة يعني تآمر يعني تآمر كبير وكبير جدا أكبر من التطبيع بما لا يقص التطبيع خطر ما حق جدا ولكن أكبر منه هو أن تقدم الدعم والعون وأصبح مما صارت به الركبان مسألة على كل حال البر الذي تذهب فيه قوافل بمساعدة للكياني الغاصب كل حال مقابل ذلك ذكرت على أن عزاؤنا هو هذه الشعوب العربية الإسلامية التي تدافع وتنافعه والكل تقريبا أجمع على أن الشعب المغربي كان تضامنه مع فلسطين منذ ما حدث يوم 7 أكتوبر تضامن متميز كيف ترى تضامن المغاربة مع فلسطين كل حال مغربي ولكن أنا أقول أن حديث هذا حتى من بلد العربي أخرى ربما متميز في عدد في العدد متميز في الإبداع متميز في الأشكال التي يدعمه وإلا فالحمد لله الأمة كلها بخير أندونيسيا ماليزيا اليمن الأمة كلها كلها بدون استخدامه وربما المغرب استمراره في نعم المغرب استمراره لأنه المغرب منذ بداية وهذا مما يحسب للحركة الوطنية المغربية لأنه يحسب للرعيل الأول للحركة الوطنية في الخمسينات وفي الستينات وبالأخص في الستينات اعتبروا القضية الفلسطينية قضية وطنية وهذا تشربه المغاربة فالمغاربة عندما يتعاملون مع القضية الفلسطينية يتعاملون بحسين متداخلين ومندمجين حس ديني لأن القدس وللقبلتين وتاريط الحرمين ولهم في بيت المقدس بابهم فهذا شيء ثم يتعاملون مع هذا الحس أنها قضيتهم كذلك القضية الوطنية نعم والمركزية وربما يعني الإحساس بباب المغاربة وبخصوصية المغاربة تجاه الأقصى هناك خدلان عالمي خدلان أنظمة العربية الشعوب تتضامن لكن هناك معركة في أرض الميدان يقودها مقاومون مستمرون بتبات وصمود يعني ما الذي يمكن أن تقوله في إطار معركة القدس كيف تنظر إليها كلمة الشكر وكلمة الذكر الحسان وكلمة هذه لا توفي هؤلاء الرجال وهؤلاء النساء في غزة وفلسطين في الصفة العامة لا توفي محقهم فهم رفعوا رأس الأمة عاليا جدا جدا ولنقارن بينما كانت عليه الحالة لا أقول حالة الفلسطينية فقط ولكن حالة الأمة في التطبيع في تخادلها أمام الجاباروت الصهيوني لأن بالمناسبة هذا قوص لا بد منها فلسطين لا تمثل في المشروع الصهيوني إلا جزءا نعم وجزء البارز وجزء الأكبر وجزء الخطر ولكن هي المشروع الصهيوني خطير خطير على العالم كلها على كل حالة أغلق هذا القوص فأقول المقاومة رفع ترأس الأمة عاليا وإن شاء الله بإذنها الآن هي أحية الأمة وكتب الله لها سبحانه وتعالى وعلى عيدها أن تبدأ كتابة تاريخ جديد لأمة الرسولة عليه الصلاة والسلام بل أقول للإنسانية نعم هذا ما نتمنى جميعا إن شاء الله نصرا عزيزا مؤذرة نعود سيد عبد الكريم إلى القضايا الوطنية هنا في المغرب وأصدرت الدائرة السياسية جماعة العديد الإحسان أنا وثيقة مؤذرة أصدرت نقاش وجدل وتعدد أراء النقاش الأولي وهل هذه الوثيقة بهذا الحجم تعبره عن رأي جماعة العديد الإحسان أم رأي الدائرة السياسية أقول بكلمة واضحة جدا الوطنية السياسية تعبر عن رأي كل واحد وواحدة داخل جماعة العديد الإحسان بل أقول أكثر من هذا لكل واحد ولكل واحدة من جماعة العديد الإحسان أن يفخروا بهذه الوثيقة وأن يحمدوا الله عز وجل عليها هذه على مستوى التصور لكن المستوى المؤسساتي وش ممكن قولوا بأن الوطنية السياسية مثلا نوقشت في المجلس الشورى وتم نقاش جميع بأشبار المجلس الشورى كما قلت كيمتل المؤسسات كاملة دي الجماعة وتم يعني الحديث فيها والنقاش حولها ثم أصدرتها الدائرة السياسية على كل حال أذكر أنه في الدورة السادسة عشرة لمجلس الشورى نظن في 2016 في إطار هذا الذي تحدثت عنه من متابعة الأداء العام للجامعة والتقرير العام إلى آخره وعدت مؤسستان بإعداد ورقتين هناك ورقة حول ورقة تصورية للمرأة داخل الجماعة ولها الجنتها ولها عملها وهي بالمناسبة منشغلة بهذا الأمر وفي اللمسات الأخيرة إن شاء الله لتخرج هذه الورقة وهي ورقة مهمة جداً إن شاء الله بالله ثم في نفس الدورة وعدت الدائرة السياسية الإخوة في الأمان العامة والأخوات الأمان العامة بصدد إعداد الورقة السياسية بالأقول أكثر من هذا الدائرة السياسية أمشئت في عام 99 وبعد بضع سنوات قليلة جداً جداً من هذا التأسيس وبمواكبة من الأستاذ المرشد رحمة الله عليه كانت كان إخواننا في الدائرة السياسية وخاصة في المجلس القطري وهذا هو مجلس شوراهم المجلس القطري بالدائرة السياسية مقدس نعم كانوا دائماً في كل دورة يطورون ما كان يسمى آنذاك بالبرنامج السياسي في تفاعل وتفاعل معهم الأستاذ المرشد رحمة الله عليه ويقرأ وإلى آخره وتطور هذا الأمر إلى أن أصبحت الآن في هذا الشكل الوثيقة يعني أن الوثيقة السياسية بدأت بدأت منذ تأسيس الدائرة السياسية وفضور الإمام 25 عام مضت من 25 عام مضت على تأسيس الدائرة السياسية يعني حوالي 20 سنة وهذا الأمر على كل حال ثم مسألة أخرى من ذكرت مجلس الشوراة كل مؤسسات مجلس الشوراة كل مؤسسات مجلس اتطلعوا وقالوا ورأيهم في الوثيقة السياسية عندما خرجت بما في ذلك مجلس إرشاد مجلس إرشاد عقد لها جلسات على كل حال مساعة في الوقت وناقش وهي الحمد لله هي تعبر طيب أستاذ الدائرة ماذا تعني أو يعني عفوا إصدار الجماعة لوثيقة السياسية بهذا الحجم وبكل هذه التفاصيل يعني شيئا واحد يعني تعميق المبدأ الذي تسير عليه الجماعة هو أن نبحث لهذا البلد لهذا الوطن أن نبحث له عن تاريخ جديد عن واقع إن شاء الله بإذن الله أفضل بكثير من هذا الذي العيش وتدعو الوثيقة كما هو على كل حال ديدن الجماعة منذ زمان تدعو إلى توافق تدعو إلى أن يجلس بعضنا إلى بعض فمثلا الآن الجماعة قالت كلمته هنا في هذه الوثيقة السياسية بهذه التفاصيل الكثيرة وفي جميع الميادين فلا أقول المطلوب نحن لا نملك على أحد ولكن المنتظر إن شاء الله المنتظر هو أن يقول كل واحد بإذن الله كلمته ماذا تريد بهذا البلد ما رأيك في هذا البلد في تعليمه في تربيته في دينه في الأسرة والطفل في اقتصاده في اجتماعه في مجتمعه فهكذا يمكن أن نزيد بالبلد إلى الأمام إن شاء الله بإذن الله أن نسمع للجميع وأن نتوافق جميعا لأن نقول نتوافق نتفق على الصغيرة والكبيرة أن نتوافق على الاختلاف وكيف ندب الاختلاف أن نتوافق على المبادئ الكبرى التي نريد أن يسير عليها بلدنا كثيرون رأوا بأن هذه الخطوة التي خطعتها جماعة العلسان بالوثيقة السياسية تريد أن ترسل رسالة إلى النظام بأن مساعدة لتأسيس حزب ومساعدة الدخول للعبة الانتخابية ما رأيك؟ هذا قاله البعض فيما تابعته على كل حال البعض الرسالة موجهة للجميع نعم هناك تخصصات دقيقة في الرسالة وكلام مصطلحة دقيقة على كل حال في هذا ولكن موجهة للجميع ما للجميع؟ للشعب كله وللفاعلين وللقوة الحية في هذا الشعب كيف ترى بالمناسبة تفاعل من وجهت إليهم هذه الرسالة يعني سواء من الفاعلين من يهمهم زيما أمر تغيير في هذا البلد كيف رأي تفاعل هذا؟ يعني المأنيين بالرسالة تانيا أقول تانيا التفاعل لم ينتهي تفاعل لم ينتهي لازل مستمرا وسيستمر لأن هذه ليست هكذا ورقة أرقية في الفضاء بل هي ورقة تقيلة وتقيلة جدا ولها إن شاء الله بإذن الله مآلاتها العظمى أولا أولا التفاعل الحمد لله كان تفاعل مهم جدا جدا وكما عبر الإخوة في الأمان العامة لم يكنوا ينتظرون مثل هذا هذا التفاعل فبصراحة هذا التفاعل الحمد لله مثمر جدا وغني جدا جدا وهكذا نبغي أن نتفاعل مع مثل هذه المبادارات طيب أستاذ عبد الكريم من بين الأمور التي تمنا نقاش حول الوثيقة السياسية وأنها خرجت بأن الوثيقة السياسية خرجت بلغة يعني عصرية حديثة توافقية في حين أن الوثائق للسابقة للإمام على السلام رحمه الله وللجماعة يعني كانت بمصطلحات أصيلة يعني مذكورة في المنهاج النبوي كيف نفهم الوثيقة ضمن مشروع العدل والإحسان الكلي؟ أولا نبغي أن لو أقول صحيح ندقيق الأمر عندما نرجع إلى الوثيقة نجد لها علاقة وثيقة حتى بهذا الأمر الذي قلت مصطلحات والمفاهم وتحدث خاصة خاصة عن القسم الأول لأن الوثيقة فيها أربعة أقصام والناس يتحدثون عن الأقصام الثلاثة يتحدثون عن المحور السياسي والاقتصادي الاجتماعي ومجتمعي قصر السياسي على المستوى الدولة المدنية ولكن كل هذه المحور السياسي والاقتصادي الاجتماعي والمجتمعي ما هو منطلقه؟ هو القسم الأول وهو مركز جدا ومهم جدا المنطلقات والأفق وفيها ثلاث عنوين دقيقة بل ثلاث مواضيع دقيقة جدا إذن أول شيء تحت العنوان المنطلقات والأفق جاءوا بقول الله عز وجل إن الله يامر بالعدل والإحسان مهمة ثم بعد ذلك مشروع يعني جماعة العزل الإحسان الهوية مهمة جدا والمرجعية والشعار بعد ذلك مشروع المشروع السياسي لجماعة العزل الإحسان الأسس والغايات والمنطلق فيه من المنهاج النبوي كذلك العنوان الثالث مشروع المشروع السياسي لجماعة العدل الإحسان الأهداف والخصائص وهي منطلقة كل منطلقة من المنهج النبوي يعني أغم أنها كتبت بلغة عصرية ولكن المنطلقة هي منطلقة من المنهج النبوي الشيء الذي كتب بلغة عصرية هو المحاول الأخرى خاصة بالأخص بالأخص المحور السياسي والمحور الاقتصادي الاجتماعي لأنك تتخاطف الناس متخصصين والذين كتبوا الأخوان دينا والأخوان دينا متخصصون في هذا المجال فهنا يمكن أن تتحدث عن القانون الدستوري والقانون العام والقانون الدولي والقانون الخاص والاقتصاد وكذا بلغة غير تلك اللغة يعني رغم المحور السياسي والاقتصادي لكن يجب أن لا يفصل على المنطلق الأول وحتى داخل المحور السياسي والاقتصادي الروح عندما تتحدث عن المنهج منهج يسمى مصطلحات ليست مفاهيم مغلقة هو روح عندما يتحدث مثلا المحور السياسي من عنوانه من بدايته عدل حرية حكم المؤسسات هذا روح المنهج الحرية العدل العدل الشامل والليس العدل الجزئي وحكم المؤسسات لا يقول منهج غير هذا نفس الأمر مثلا في المحور الاقتصادي الاجتماعي وفعلوا خيرا جزاهم الله خيرا بالدمج بين الاقتصادي والاجتماعي يعني مسألة علاقة جدلية لا يمكن أن يكون الاقتصاد قوي بدون حالة اجتماعية قوية والعكس كذلك فالعنوان الذي وضعوه ما هو عدالة تكافل تنمية مستدامة وهذا من روح المنهج ونفس الأمر يقال عن المحور المحاور الأخرى المحاور الأخرى ولكل حال أمر حتى بين قوصين حتى هذا التقسيم بديع جدا أنا وعجبت به كثيرا هذا التقسيم لهذا التولاتي وفصلوا المحور المجتمعي عن الاقتصادي والاجتماعي بل فصلوا المحور المجتمعي عن محور السياسي لأن تدبير شأن الديني والأسرة والطفولة والتعليم والشباب والمرأة وكذا كذا هذه من القضايا الكبرى للمجتمع وليس فقط للدولة إذن هي منطلقة من روح المنهج وكذلك من مصرحة العصيلة في المنهج نعم ما أقول والله أعلم والله أعلم لو كان الإمام السلامي استنحيا لفرح كثيرا بهذه الوثقة نعم انطلاقا من الطلع الكبير وانطلاقا من قوته ولا لابد أن يكون له على كل حال تفاعل مع الحضور المساهمة ومساهمة ولكن كمنتوج بين قوصين وكعمل بهذا الشكل هذا يتلج الصدق ويفرح طيب أستاذ عبد الكريم الملاحظة في الآون الأخيرة هو أن الجماعة غيرت من إقاعها واختيارتها الطاكسيكية ورفعت أيضا من حيويتها إصدار الوثقة السياسية فيها تفاصيل وفيها مبادئ كذلك قبل منها ورقتين دي المدونة الأسرة وفيها قضايا جزئية وكلية وفيها وحتفت صريحات دي القيادة دي الجماعة أصبحوا كيتكلموا على قضايا حارقة مثل الصحراء وغير القضايا لم يكنش كيتكلموا عليها من قبل ما الذي يمكن أن نفهمه من هذا الإقاع وهذه التنمية لست أدري هل أوافق على هذا التوصف أن الجماعة كثرت وفعالت على كل حال فسير الجماعة هو هذا الجماعة ليست كيانا غائبا عن واقعه يتفاعل مع هذا الواقع ذكرت مثلا المسألة المدونة المدونة مطروحة والكلام عنها واجب الآن إلى آخر لأن التفاعل الذي وقع في المجتمع يوجب على الجماعة أن تكون لها كلمتها فأظن تفاعل الجماعة منذ تأسيسها مع المجتمع ومع ما يتجدد هذا المجتمع ومستمر يعني هذه الدينامية هي طبيعية بشبار أنها مسائلة طبيعية جدا للواقع للمجتمع ذكرت المدونة للأسرة وكانت أثارت واحد الجدل كذلك ونقاش برأيك شنو القيم المؤطرة التي ينبغي أن يتأسس عليها أي تعديل لمدونة الأسرة المرتقبة ما ينبغي أن يتأسس عليه هذا التعديل هو دين الأمة بكلمة واحدة المرجعية الأساسية التي ينبغي أن ننطلق منها وأن ينطلق منها كل من يعمل على هذا التعديل وهذا التغيير هو المرجعية الإسلامية نعم المرأة مضلومة الأسرة كلها مضلومة الرجل مضلوم ولكن ينبغي أن نعالج هذه المشاكل انطلاقا من دين هذا الشعب انطلاقا من مرأة الأساسية والقيم والأخلاق لهذا الشعب أقول بتركيز الاختلاف لا يخف والرأي الآخر لا يفزع جميل جدا أن يكون لكل واحد رأيه وأن يذلي انطلاقا من مرجعيته وانطلاقا من ثقافته بين قوسين وانطلاقا من رؤيته للحياة وللكون إلى آخر أن يقول ما يشاء ولكن الذي ينبغي أن لا يستهين بأحده ودينه الأمة يعني لأي تعديل خاصة أنطلاقا من الإسلام هذا أرضية وابعة هذا أساسي جدا وبعد ذلك كما يقال الإخوة والأخوات الذين أعدوا المذكرة وأعدوا الورقة التفصيلية في بعض القضايا الأمر دي الأسرة ودي الأسرة بسفة عامة ودي المرأة بسفة خاصة هذا لا ينبغي أن يستفرد به طرف معين هذا ينبغي أن يكون عليه توافق نقاش مجتمعي نقاش مجتمعي ونقاش صادق قلت قبل قليل أن الاختلاف لا يفزع ما هو الشئ الذي يفزع هو أن يأتي الآخر أن يأتي أحدهم بأجندة الآخرين أن يعمل وفق ما يملأ عليه إما ما يملأ عليه معنويا أو ما يملأ عليه بالمقابل المادي وهذا خطير ويهدد مجتمعات بل يوشكوا أن تتفقق هذه المؤسسات هذه المجتمعات وتماسك الأسرة هو العنوى الأكبر لتماسك المجتمع طيب أستاذ عبد الكريم أنت رجل بارز في الحركة الإسلامية هنا في المغرب وأردت أن في المحور الأخير أن نتكلم عن واقع الحركة الإسلامية ويرى مراقبون وباحثون على أن بعد الربيع العربي وكتشف في المنابع من طرف القوى السكبر الإقليمية والعالمية أن الإسلاميين يأيشون انحصارا وتراجعا في نظرك هل ما زال الحركة الإسلامية دور ممكن وواضح في الأمة يوما وغدا إن كنت توافق هذا الوصف الذي وصفه هؤلاء الذي لا أوافق عليه هو أنني رجل بارس في الحركة الإسلامية هذه كل حال أما الحركة الإسلامية وما يسلط عليها وما ينتظر منها هذا موضوع مهم جدا جدا لأنه هذا محاولة الاستئصال الآن بل فعل فعل استئصال في كثير من الدول هنا وهناك على كل حال علمنا التاريخ أنه لا يجدي نفعا نهائيا استعملت مثلا استئصال هنا استئصال أول ما ذكر وفع إلى الثمانينات مع بن علي أين هو بن علي بل كانت ندرسة بن علي وكما كانت تسمى على كل حال شيء مذهل عند الغرب وعند بعض العنظمة العربية كانت نموذج أين هو بن علي إن هو نظام بن علي وقع ما وقع الآن لكل حال لكن نحن سأحدث عن الفترسة مهمة جدا ولذلك أقول فالحركة الإسلامية إن شاء الله إن هي بخير أرغم هذا الذي يحاك ضدها عالميا ومحليا وعند بعض بعض وكما سميناها قبل قليل التي هي رزية مصيبة على الأمة هذا لن يجديهم شيئا نهائيا لأنه عندما نقرأ بسرعة كبيرة جدا التاريخ الحديث نجد أن الأمر في تصاعد سبعينات الحركة الإسلامية ما هي ستنا تمانين ما هي سبعينات تسعينات وهكذا في تصاعد والآن لم يعد في العالم كله إلا قضية واحدة قضية الإسلام وهذا الطفال الآن الطفال الأقصى يصب إن شاء الله المسير وفي هذا المصار لغد آخر إن شاء الله للحركة الإسلامية يعني الحركة الإسلامية حاضرة يوما وغدا إن شاء الله وستبقى دائما إن شاء الله مصددة بدين الله ودين الله سبحانه وتعالى الله وحافظه سبحانه وتعالى نعم النسي يتكلمون على تراجع الحركات الإسلامية خصوصا مع التحول القيمي الملحوظ في أوسط المجتمعات العربية والإسلامية خصوصا الشباب يتحول يمس مكانة الدين تراجع الأخلاق يعني في نظركم إلا كانت هالتحولات فعلا يعني كيف يمكن للدعاة والعلماء وأبناء الحركة الإسلامية التعامل معها بهدف تحصين المجتمعات تحولات حقيقة تحولات عند الشباب حقيقة ولكن لنبغى أن ننظر إليها من زاويتين أولا هي تحولات غير طبيعية تحولات مصنوعة تحولات وراءها ماكينة إعلامية وفكرية وأموال طائلة من أجل على كل حال الخروج بهذا الشباب مما يراد به إن شاء الله مما ينبغى أن يكون عليه في فطرته في أخلاقه في دينه هذا الزاوية الأولى الزاوية الثانية هو ليست حقيقة مطلقة بل بالعكس بالعكس نجد رجوعا كبيرا للشباب لدينهم رجوع كبير جدا لا تخطئه العين بل أقول أكثر من هذا هو الآن دخول أعداد كبيرة من غير المسلمين في دين الله سبحانه في القارات كلها وخاصة في أمريكا أو في أوروبا يعني رغم هذا التحول هناك إختبال على الإسلام بالعكس لأنه كل حال الموضوع دوشجون لأنه كما قلت هذه المكينة الخطيرة جدا ونحن لنربط ما سابق بهذا الذي قلت المشروع الصهيوني ينبني على هذه القادرات المشروع الصهيوني كل الرذائل وكل الفضائح وكل حرافات الخلقية والفطرية مرتبطة به ويمويلها ويغذيها إعلاميا ماليا فكريا هذا الواقع الذي قلت بأنه هو واقع لهذا التحول لكن ما هي الرسالة التي تحلوا بها أبناء الحركة الإسلامية والدعاة حتى يواكبوا هذا التحول ويقفوا له في مقابل دعوة الشباب إلى دين الإسلام نقول الدعاة عندما تحدث عن هذه الكلمة الدعاة الدعاة إلى ماذا نعم الدعوة إلى الإسلام الدعوة إلى الأخلاق الدعوة إلى الحل بين قوسين كما كان يقال الحل الإسلامي إلى آخر هذا مهم ولكن أهم من هذا بكثير وهذا ما ينبغي أن ينتبه إلى الدعاة أن دعوتهم ينبغي أن تكون دعوة إلى الله دعوة إلى الله سبحانه وتعالى إلى محبة الله إلى معرفة الله إلى التعلق برسول الله عليه الصلاة والسلام إلى حب رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى تهيئ أنفسهم وتهيئ الناس للقاء الله سبحانه وتعالى وإلى اليوم الآخر فإذا تشبع الدعاة بهذه المعاني العظيمة الروحية القلبية فيمكنهم أن يشعوا بها على الشباب وعلى مجتمعاتهم بصفة عامة يعني هذه الرسالة التي يجب أن يلتزمت بها؟ هذه الرسالة الأولى ولكن ليست هي الرسالة الوحيدة فالأمر مندمج في هذا الجانب الرحيم القلبي أساسي جدا ثم شامل للجانب الفكري للجانب العلمي للجانب الحركي للتفاعل مع واقعهم لأن هؤلاء الشباب هم خلقوا كما قال الإمام علي كرم الله وجهه لزمانين غير زمانين فينبغ أن نجد من الوسائل ومن الأساليب ومن فتح المجال لهم ما يمكن أن يعطوا به وأن يفجروا هذه الطاقات الواعدة إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله بإذن الله أستدى عبد الكريم في ختام هذه الحلقة أريد أن أتقوح هذه الكلمات وتجوني بهم بعناوين عناوين مركزة إن شاء الله ليست لي سرعة البديهاء سنحاول طوفة الأقصى عز الأمة الوثيقة السياسية الجماعة العدل إحسان فخر للجماعة رمضان نصر وفتح إن شاء الله كتاب السلوك إلى الله عند الإمام عبد السلامي سين رحمه الله توفيق من الله سبحانه وتعالى للجماعة الإمام عبد السلام ياسين رحمه الله في القلب في الروح دائما العصر الأواخر لرمضان وممكن ما تكونش في عنوان يعني في كلمة حرة العصر الأواخر هذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى عطاء عطاء كبير جدا جدا للأمة ولكل فرد ولكل واحد وواحدة من أمة رسول الله فالله سبحانه وتعالى دخل رمضان للأمة رمضان كله خلال 12 شهر من بين 12 شهر ودخل من هذا الشهر العظيم المعظم هذه العصر الأواخر ودخل من هذه العصر الأواخر ليلة القطر وسبحانه وتعالى لم يطلعنا عليها أين هي حتى نجتهل كما كان يفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذه العصر كلها فنحن مدعوون بإذن الله وبالصفق الله وبالدعاء لله سبحانه وتعالى مدعوون لي أن نشمر كما علمنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كان إذا قابلت العصر الأواخر إذا جاءت العصر الأواخر أحيا ليله وشد المئزار كما جاء في وصف تفاعله وتعامله عليه الصلاة والسلام عد العصر الأواخر فإن بغي أن تكون تتويجا إن شاء الله بإذن الله لجبري ما قد يكون من كسر في العصر الأولى وفي العصر الثانية وإن بغي أن تكون إعدادا لسنة جديدة إن شاء الله بإذن الله فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيها وأن يوفق الأمة جميعا إن شاء الله لحسن العمل ولحسن قوله وحسن نية اللهم أمين يا رب أستاذ عبد الكريم العالمي عضو مجلس أرشد جماعة العدل والإحسان ورئيس مجلس الشورى شكرا جزيلا لك على كل ما تفضلت به وشكرا موصول لكم كذلك مشاهدين الكرام على حسن الإنصات والمتابعة حياكم الله جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة شكرا جزيلا ينOSS ceux شكرا لكم شكرا جزيلا